الضرب ضرب في القرآن الكريم أو في اللغة وكما جاء في القرآن الكريم هو ضرب وحتى في حلقة الحلقة الماضية من كم يوم احنا بنحاول إيجاد حل للأصل لهذه الإشكالية فبندور حول معاني الضرب لكن في الحقيقة عشان يكون صرحة مع أنفسنا هو ضرب طيب إذن إذن لما ألاقي في القرآن فضربوا هن يبقى لازم أضرب تمام نرجع بإشكاليات الحل الإشكالية أو المدخل الصحيح لهذا الأمر هو هنلاحظ أن فيه نقطة تماث ما بين هذا النص القرآني وما بين علم الاجتماع لازم هناك مداخل للقرآن الكريم في فهم كتاب الله وبعض الأشياء لابد أن يدخل فيها علم الاجتماع مسألة الاجتماع دي مهمة جدا اللي هي بتتغير فيها الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص والثقافات من مجتمع وتتفاوت من مجتمع الأخر فحنلاقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم مجيء نص قرآني فضربوهن إلا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب امرأة ولا طفلا في حياته ولم يضرب أحدا في حياته وهل في هذه الحالة وحاشة أن يكون كذلك وهو بالقطع هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أن هناك ضرب في القرآن لا 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 عترف حيطلع لك يقولك ايه أشياء كثيرة في الحياة الأسرية نقلت إلينا عن طريق السيدة عائشة رضي الله عنه صحيح هنقول الباب بن باب ده بأ دخل دي خصوصية خاصة بزوجات النبي ولن نتأسى بهن وبفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهن لا مسألة مشكلة خالص المسألة أن النبي فعلا صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب في حياته ولم يكن هذا سلوكه أو منهجه للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية الفا قنوات الأسرة العربية